اتكلمنا عن الفصول وتكلمنا عن تقسيمات الفصول حكيتي ايه بقى يعني قسمتيهم ازاي حكيتيهم ازاي رتبتيهم بناءا عن ايه ابتديت طبعا برامي لان هو البطل الرئيسي يعني وابتديت بحددتون هو ازاي رجع من امريكا وازاي ما كانش عايز يرجع وباين جدا علاقته بابوه وعلاقته بامه كمان وعلاقته باصحابه ده كل ده من اول تشابتر ولحد بقى ما بيستلم منه وبعد كده التشابتر اللي بعده اعتقد ابوه فابوه بقى خلاص بقى حد قعيد فبيتذكر بقى الماضي وبيعيش على الاطلال وبيبقى نفسه ان علاقته بابنه تكون كما تمنى لكن خلاص يعني فالحدوتة كلها بتبقى بتتحكي بس من وجه يعني كل واحد بيسلم التاني كل واحد بيكمل التاني فممكن يبقى زي مثلا احنا قاعدين دلوقتي فالمج ده انا شايفان من ناحيتي مثلا ازرق فالسنتي جايفة من ناحيتك ابيض وهو نفس المج وهو ازرق وبيض في النهاية فهي دي كانت تقسيمة رواية قصر برون علشان في الاخر الناس تحتار وهمين صح وهمين غلط وسبتي النهاية مفتوحة ما ختمتيش بطريقة معينة او ما جاوبتيش على التساؤلات بتاعتك اللي طرحتها في الرواية يعني قصة الحب الموجودة ما بين رامي ومريز مش عارفين هم يجاوزوا ولا لأ يعني خلاص هي قدت نفسها فرصة معي فرصة تانية معي وهو كمان قد نفسه فرصة تانية هل هو طول الوقت كان عنده شك هل انا الراجل المناسب اللي فعلا هسعدها ولا هتعيزها فهو خلاص لما تأكد ان هو بيحبها بعد كل السنين دي وهي كمان كانت النهاية مفتوحة هلا هيكملوا مع بعض ولا لأ هم خلاص قدوا لبعض فرصة فنهاية مفتوحة او مش مفتوحة اعتقد ان هي بتبقى على حسب احساس الكاتب بالأحداث نفسها هل تحتمل دا ولا لأ انه احسن ليها انه يعني ايه النهاية اللي تخدم الرواية في الاخر